وبعد أن وقفنا على المنهج الاستنباطي جاء دور بياننا للمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي إذ إننا في المنهج الاستقرائي قد عرفنا أسسه ومناهجه والآن في المنهج الاستنباطي لابد أن نعرفه وأن نبين خصائصه وأن نبين كذلك الأسس التي يعتمد عليها ثم نختم بكلمة سريعة حول المنهج التحليلي أما تعريف المنهج الاستنباطي فهو لغة استخراج وابتكار واستدلال القاعدة أو الحقيقة من بحث متصل الأجزاء أيضا الاستنباط استلاحا هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة هذا النوع كما تشاهد عزيزي الطالب يحتاج فيه الباحث إلى كد الزهن وفرط الخاطر حتى يقف على حقائقه والمنهج الاستنباطي من خصائصه أنه يربط العقل فيه بين المقدمات والنتائج بين الأشياء وعلالها على أساس المنطق والتأمل الذهني إذ هو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات ولعلنا عندما نستحضر صورة المنهج الاستقرائي نرى أن البون شاسع بينهما إذ إن منهج الاستنباط يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات بينما المنهج الاستقرائي يبدأ بالجزئيات ليصل الباحث بعد دراستها إلى الكليات أيضا من خصائص المنهج الاستنباطي بعد أن تعرفناه لغة واصطلاحا فنقف أيضا على أن البحث الاستنباطي أو المنهج الاستنباطي يعتمد على الأمر الكلي في نصوص متفرقة أو أحكام جزئية كثيرة ومن هنا نقف على ذلك كما جاء في كتاب الحق تبارك وتعالى عندما استدل سبحانه بقوله إن الله يحب المحسنين على أن الله تعالى يحب الإتقان في كل عمل لماذا؟ لأنه من الإحسان الإتقان إحسان والإحسان يحبه الله سبحانه ثم تستشهد على ذلك دائما استدلالك بنص من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن والمنهج الاستنباطي كذلك من خصائصه يعتمد على مسلمة ثم يحاول الباحث استنتاج حكم كلي يربط العقل فيه بين المقدمات المسلمة والنتائج وإذا صحت في القاعدات الشهيرة إذا صحت المقدمات صحت النتائج والعكس الصحيح أما عن الأسس التي يعتمد عليها المنهج الاستنباطي فهي كثيرة لكن أدقها وأهمها نراه يعتمد على الضروريات أي الأشياء الضرورية وأيضا التعريفات وكذلك البديهيات الواحد زائد الواحد يساوي اثنان وأيضا الأوليات البدايات الحقيقية التي يصل منها الباحث إلى النتائج المرجوع أيضا يعتمد هذا النوع من المناهج على المشاهدات وأيضا على المسلمات ومن هنا يمكننا أن نقرر وبإخلاص وبصدق أن صدق النتيجة وصحتها في الاستنباطي معتمد اعتمادا كليا على صحة تلك المقدمات وصدقها وإن كنا قد وقفنا على المنهج الاستنباطي فإننا نختم قولنا في هذه العجالة على المنهج التحليلي المنهج التحليلي كلمة تحليل من الفعل حل وحلل وهي تعني فك العقد وإزالة الغموض وفض الإشكال ولذلك كان منهج التحليلي هو منهج تفكيكي في الحقيقة لكل ما يطرأ على مشكلة ما من مشكلة البحث والتحليل يصطلاحا على وجهين أولهما وجه العموم وهو إذ جاع ظاهرة مركبة إلى أبسط عناصرها أو أجزائها وثانيهما على وجه الخصوص حيث يستخدم المنهج التحليلي يستخدم هذا المنهج في علوم إنسانية والطبيعية الكثيرة بمعاني متعددة لكنها جميعا ترتبط بهذا المعنى العام وبهذا نكون قد وقفنا على المناهج البحثية التي لا بد منها للباحث كي ينتج ثمارا يانعة وكي يصل إلى نتائج مرجوة من وراء بحثه وإلى مزيد من بيان درجات البحث العلمي